بين بغداد وكابل مسافة طويلة تحكمها الجغرافيا لكن المسافة المتشابهة في ظروف ولو كانت مختلفة في الشكل إلا أنها متقاربة في المضمون من حيث البداية والنتائج الحديث هنا بوضوح مطلق عن عام 2003 الذي استذكره سياسي والعراق وحراكه المتابع لأحداث كابل تيكا التي دخلت المشهد العراقي مغطية على ملف انتخاباته وحرائقه واشتعاله بفوضى الفساد الاستذكار الذي عادت فيه الذاكرة إلى مشاهد دخول الدبابات الأمريكية إلى العاصمة بغداد تلك التي جاءت على الأذهان مستحذرة ما يدور في كابل من مشهد معاكس إذ هرع سكانوا أفغانستان في العاصمة للفرار مستنجدين بالأمريكيين فيما العراقيون طردوا جنود ما وصفوه بالاحتلال في المشهدين المختلفين مضموناء المتشابهين بعامل مشترك وهو الوجود الأمريكي في البلدين انقسم الشانع بين متخوف من أن تساهم طالبا بتحريك خلايا الإرهاب وتقوية شوكتها ومنها داعش الذي أكل العراق نصيبا من تخريبه وجهة أخرى ترى أن الحركة قد تقترب من طهران في نسختها الجديدة التي تعطي انفتاحا أكثر على العالم بعد تصريحات مسؤوليه في المتشابهات الكثير بينما يجري في الساحة العراقية والساحة الأفغانية تلك المقاربة الساخنة التي يريد العراقيون الاستفاد منها لتأثر بها سلبا في منتج الحراك السياسي المقبل سيما بعد أن تعرض العراق لعواصف من الخروج على القانون ودعم جهة خارجية لفصائل أو مشروعات داخل البلاد وهو يتوقع أن يحدث في أفغانستان أو تعطي كابل دفعة جديدة لفوضى قد تغير المعادلة في المنطقة بما يخدم جهات خارجية بمزيد من التدخل في العراق الذي تعتبره أمريكا أكثر أهميا من أفغانستان وهنا الصورة الأكثر قربا ويصدقها العراق السياسي والشعبي بدرورة تطبيق منود الحوار الاستراتيجي الذي ينهي أي تدخل خارجي ويقطع دابر الخروج على القانون ترجمة نانسي قنقر